اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثنيا المجلس على الجهود المبذولة في تنظيم السباق من قبل كافة اعضاء فريق البحرين وما اتسم به من تميز في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا مشيرا المجلس الى ان هذا النجاح يضاف الى سجل انجازات مملكة البحرين وبمناسبة ختام قمة الشباب 2020 اكد مجلس الوزراء على اهمية تعزيز اليات تمكين الشباب وتأمين بيئة تنفسية لهم لتحقيق طموحاتهم ووجه المجلس بتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات قمة الشباب 2020 ومن اجل تضمينها في البرامج الحكومية تعزيزا لمشاركة الشباب الفعالة في كافة المجالات ودعما لجهود التنمية ورحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بخمس جوائز ضمن جوائز التمييز الحكومي العربي مشيدا بتمييز الجهات الحكومية الفائزة ومنوها بضرورة مواصلة تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات الحكومية تلبية لتطلعات المواطنين واشاد مجلس الوزراء بجهود قوات خفر السواحل ودورهم في حفظ امن الحدود البحرية وما أبداه منتسب خفر السواحل من مهنية عالية وضبط النفس جراء اعتراض واحتجاز زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين كما ورد في البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية وقد رحب المجلس بالمواقف الوطنية والبيانات الصادرة عن مجلس نواب ومجلس الشورى بهذا الشأن وأكد المجلس على ضرورة احترام القوانين القائمة والأعراف الدولية والاتفاقيات ذات الصلة والابتعاد عن التصرفات والأفعال التي تهدد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي بعدها هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين متمنيا لها مزيدا من النماء والازدهار بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بشأن تطوير قطاع التعليم ومنظومته والمتضمنة ما يلي إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم من خلال إعادة تنظيم عمل الوزارة إلى قطاعين القطاع الأول للسياسات والاستراتيجيات والأداء والقطاع الثاني للعمليات التعليمية المتصلة بجميع المدارس الحكومية والخدمات التعليمية بهدف تعزيز فاعلية وكفاءة أداء النظام التعليمي نقل الإشراف تدريجيا على امتحانات صفين التاسع والثاني عشر إلى هيئة جودة التعليم والتدريب بهدف توحيد الامتحانات وأنظمة قياس المخرجات التعليمية اعتماد مؤشرات قياس أثر تنفيذ مبادرات تطوير القطاع التعليمي مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الخاصة بقطاع الرياضة والشباب مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن تعديل اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة بما يهدف إلى زيادة تطوير منظومة إدارة المراكز الشبابية دعما وتعزيزا لبرامج تمكين شباب مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نظام التمويل للتسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية وتفعيلا لقانون الضمان الصحي وبما يعزز من تطوير جودة الخدمات وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الصحية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي مذكرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن مقترح المشاركة في صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية والاستفادة من المنصة بهدف عرض تجربة المملكة الإيجابية حول سلامة الطرق بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة تحت مظلة خبرات وإمكانيات منظمات الأمم المتحدة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على خمسة اقتراحات برغبة من مجلس النواب ثانيا استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن جهود الحد من مخالفات البناء في المدن والمناطق السكنية ترجمة نانسي قنقر